الشباب منسبوش في هذه الفترة لأنه مع الضغوط الموجودة بيستضوه في المخدرات بره وعشان تيجي تعالجه وتصرف عليه أكتر من كده فأنا لازم أدمجه جوه المجتمع وأديله فرصة يظهر اللجواه ويطلع كل الأدعاب اللجواه وابتدي من خلال برامج نعملها ونقدم حاجات ومساحات لازمة لهؤلاء الشباب أن هم يستطيعوا أن يشاركوا في المجتمع حاجة تانية ممكن يحصل تبرع ونحس الناس على التبرع بالمواد التعليمية أو الحاجات اللي تساعد اللي تقدم في الكنيسة ويمكن كلكم شفتوها فأتحبوني وديك أتقوم مرة نطبقها يعني أنا هديكم مثل أنا كواحد في كلية سيدالة كنا بتستخدم ميكروسكوب عشان نبص على الحاجات معينة لمدة سنة وكلية الطب بنفس الكلام هذا ميكروسكوب بيتركن اشتريناه هتلاقي ماركون عندي في البيت طب أنا لما أعلن الكلام ده وييجي والطلبة تاخده وتتبدله مع بعض يبقى أنا وفرت الرجل اللي في كلية هندسة اللي بيستخدم اللوح الهندسية والرسم المساطر والحاجات اللي بيشتغلوا عليها